قال رئيسه مجلس الوزراء إن الجولة التفاقدية شملت العديد من المشروعات التنموية التي أقيمت على أرض السيناء خلال الفترة الماضية وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بسيناء إنه تم إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعدين وتم بدء العمل التجريبي فيها تمهيداً لافتتاح الرئيس سيسي لها قريباً من الجولة النهاردة كنا نتفقد جزء من مشروعات الإسكان سواء رفع الكفاءة أو أعمال الإنشاء والتطوير اللي بتحصل النهاردة في مدينة العريش وكان جزء منها برفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاوني مشروع ده كان قديم جداً ويعني تهالك وكان تقريباً يعني أصبح يمثل خطورة داهمة على المواطنين فيه الدولة المصرية تدخلت وبتعيد بناء هذا المشروع بالكامل وترفع كفاءته الحقيقة يمكن مشروعين مهمين جداً النهاردة الحمد لله تفقدناهم وتقريباً دخلوا مرحلة التشغيل التجريبي تمهيداً للافتتاح إن شاء الله من بوسط فخامة الرئيس هم محطة الكهرباء الرئيسية في المسعيد ودي المحطة ضخمة جداً النهاردة هي المسؤولة عن توليد الكهرباء لي مش فقط العريش ولكن كمان لكل شمال سيناء وبطاقة النهاردة اللي حتبقى طاقة التشغيل فعلاً المبدئية 350 ميجا وإنها هتترفع في خلال مدة بسيطة جداً ل700 ميجا معنى هذه المحطة إحنا مش بنتكلم فقط لتغذية الوضع القائم ولكن إحنا بنتكلم على تنمية حقيقية وبتتعمل هذه المحطة عشان تلبي الاحتياجات المستقبلية لصناعة وزراعة وتشغيل وتجارة وكل شيء حيتم في هذه المحافظة إن شاء الله اشتركوا في القناة